السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي بعنوان أقسام الكلمة الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أقسام إما اسم وإما فعل وإما حرف لا تخرجوا الكلمة في اللغة العربية عن واحد من هذه الثلاث إما اسم أو فعل أو حرف لا تجد غير ذلك في كلام العربي لو أردنا أن نتعرف على كل نوع أو قسم من هذه الأقسام وعلامات كل منه فالاسم أولا تعريفه هو ما يدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان أو زمان أو جماد أو معنى أو صفة فالاسم هذا هو تعريفه ما يدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان أو زمان أو جماد أو معنى أو صفة اسم إنسان سواء كان مذكر أو مؤنث تقول محمد أو فاطمة أو حيوان مثل أسد أو حصان أو نبات مثل شجرة أو نخلة أو مكان مثل مكة أو الطائف أو زمان مثل رمضان شهر رمضان وليس على معنى شخص أو يوم الجمعة مثلا أو جماد مثل جبل أو قلم أو معنى يعني شيء معنوي لا ندركه بالحواس الخمسة ولكن يعقله الإنسان بعقله اسم المعنى مثل الحسد أو النفاق أو صفة من الصفات طويل قصير فهذا هو الإسم كل هذه الأنواع تدخل تحت قسم الإسم كل هذه الأشياء تدخل في الأسماء وليست في الأفعال وليست في الحرف طيب لو أن عندي جملة ولا أستطيع أن أميز بين الكلمة هذه هل إسم هل هي فعل هل هي حرف ما هي العلامات التي لو قبلت الكلمة واحدة من هذه العلامات تكون إسم تكون إسم خمس علامات للإسم علامات خمسة كما حددها ابن مالك في الألفية فقال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل فالعلامات التي يقبلها الإسم ولا يقبلها الحرف ولا الفعل هي الجر والتنوين والنداء وقبول أل التعريفية وكذلك الإسناد فعلامات الإسم خمسة كما قلنا الجر والتنوين والندى وأل والإسناد نبدأ حديثنا الآن عن العلامة الأولى وهي الجر التي يتميز بها الفع الحرف التي يتميز بها الإسم ولا يقبلها الحرف ولا الفعل وهو الجر الجر يكون بحرف الجر إذا قبل الإسم أو قبلت الكلمة حرف الجر فهي إسم وليست فعلا وليست حرفا ويكون كذلك بالإضافة أي يكون مضافا إليه ويكون بالتباعية أي يكون صفة إذا كان الإسم صفة مجرورة أو توكيدا مجرور فهو قبل وجاء مجرورا فهو الإسم واجتمعت الأنواع الثلاثة الجر بحرف الجر والجر بالإضافة والجر بالتباعية في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمة التي نذكرها كثيرا في صلاتنا وفي غير صلاتنا اجتمعت فيها علامة الجر بأنواعه الثلاثة الجر بحرف الجر والجر بالتباعية والجر بالإضافة فكلمة إسم من قولك بسم الله إسم لماذا يا أستاذنا؟ لأنها مجرورة بحرف الجر دخلت عليها الباع في قولك بسمي طيب لفظ الجلالة الله اسم لماذا؟ لأنه في محل جر بالإضافة بسم الله لأنه هنا في محل جر مضاف إليه كذلك الرحمن اسم لماذا؟ لأنها في محل جر بالتباعية فهي صفة يبقى تحقق الأنواع تحققت أنواع الجر الثلاثة في بسم الله الرحمن الرحيم الجر بحرف الجر والجر بالإضافة والجر بالتباعية ونكمل علامات الإسم الباقية في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى فإلى لقاء